تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز في الفيسبوك وعبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى في يوتيوب اليوم بنا نتكلم عن المباراة الأولى لبرشلونة بعد ليونان ميسي المباراة الخاصة المباراة اللي استغلها كومان ولاعبية اللي يعلنوا عن رسالة جديدة لأنه في ذلك الفريق روح لسه منقدر نحاول ومنقدر نعمل وما بتنتهي القصة برحيل أسطورة ممكن ما يجي لخمسين سنة مثله على برشلونة مباراة خاضر لقاء فيها أساسي اليوم الثنين لم بارح الساعة 11 ونصب الليل بتوقيتي هون في الإمارات ما كانوا عارفين رح يتسجلوا ولما رح يتسجلوا فبالتالي كانت مباراة صعبة من حيث الظروف الذهنية ولكن برشلونة بيثبت أنه ذهنيا قوي كومان بيثبت أنه قادر يعزل اللاعبين عن بعض الظروف ويخليهم يقدموا مباراة كويسة أمام ريال سوسيداد اللي ظهر واضح جدا أنه بعيد كثير عن جاهزيته برشلونة اقتلم ذلك وأجهز عليه كان عنا كومان عم بيبدأ بالتشكيل الأساسي الأفضل عنده تقريبا 4-3-3 وفي الهجوم الثلاثي دي باي برايت وايت جريزمان ما كان عنده أي خيار آخر في الهجوم غير هدول أيضا في خط الوسط الثلاثي الممتاز جدا بيدري دي يونج بوسكتش وفي خط الدفاع إيريك غارسيا بفوز بالمركز الأساسي وبالعب مباراة جيد وحنتكلم عنها خلال حلقة اليوم وكما كان متوقع كومان لازم يدور على نقطة قوة جديدة رح مسي أنا بدك نقطة قوة جديدة أخذ فيها الموسم اطلع عنده وجد عنده ثلاثي ما في حدا حضر اليورو إلا أشاد فيه دي يونج كان رائع جدا مع هولندا بيدري بوسكتش كان عبد مؤداء رائع جدا مع إسبانيا ورح بدري قدم أداء ممتاز بالأولمبياد إذن أنا عندي هذه نقطة قوتي هذه مركز قوتي خط الوسط شو رح أعمل رح أبالغ بالاستحواذ رح أكون أقوى بتدوير الكرة رح أكون أقوى عبر هدول الثلاثي بتجميع الكرة بالنص ثم تغيير اتجاه اللعب وهذا الثلاثي قدر يوصل الاستحواذ لأول عشرين دقيقة لما يقارب تمانين بالمئة وليش قلت عشرين دقيقة لأنه لحظة تسجيل الهدف الأول لبرشلونة مبارك كانت مثالية من هذا الثلاثي وتحديدا دي يونج اللي ظهر كعقل هجومي ذكي جدا قادر يتواجد بالعمق وعاليمين وعاليسار ويربط اللاعبين ببعض دي يونج عم بيتحرر أو ربما بيشعر إنه الآن مطلوب منك أكثر يا دي يونج برشلونة راهن عليك واشتراك حتى في فترة صعبة ودفع ماليا بارتوميوم لأنه كان شعيف فيك المستقبل فالآن فرصتك تثبت ذلك بالتالي أنا مقتنع جدا إنه لجوء اليوم كومن لسلاح الاستحواذ كبداية كرسالة معنوية للجماهير لسه منمسك ملعب لسه منضغط خصم لسه منملك كرة لسه منحرم منها الخصم أيضا هذه الرسالة مهمة جدا للخصوم المباراة ما صارت سهلة لأنه معه في لينو الميسي هذا برشلونة عنده فلسفة كرة يمكن يلجأ لها والفلسفة دائما توفر عليك بعض الجودة بس خلوني أرجع لهدف برشلونة الهدف اللي جاء من كرة ثابتة وقبل ذلك الهدف كان في كرة ثابتة لبرشلونة تنتين منهم خطيرات وكأنه منتكلم في شغل صار بالصيف على مبدأ الكرة الثابتة أكثر من كومن وكأنه كومن لما تفرج على عدد أهداف لينو الميسي قال شو هاد كيف دي عوضهم ميم دي عوضهم ما فيه إنسان ما فيه لعب بالدنيا بكرت القدم كلها بقدر يعوض لينو الميسي مباشرة هتجيبه تقوله انزل انت ميسي أول ما تقوله هاي هيغيب لأنه ما فيه ميسي إلا ليونو الميسي وبالتالي انت لازم تعوض هاد الأهداف تلمي الأهداف من هون ومن هون ويبدو أنه إحدى التفكير الكرة الثابتة الخطورة اليوم بالهجوم واضحة وبالدفاع التنظيم أفضل خلينا نحكي بوضوح بتكلم عن مبارة أولى مجرد شعور الآن حتى الآن أنا مجرد شخص شاعر واللي أشاف إنه الكرة الثابتة اليوم أخطر ممكن السلسيدات كانوا سيئين ما بعرف المبارات الثانية والثابتة هتعلمنا إذا كومان كان هيزيد من عدد أهداف الكرة الثابتة لتعويض عدد أهداف ميسي وخلال اللقاء لحظنا أيضا إنه كومان لسه عم بجرب شوية أشياء في الخط الهجومي يعني لعب دي باي لبعض الدقائق على اليسار ثم رجعوا رأس حربه ويعني يبدو أنه لسه بجرب وطبيعي جدا في البدايات المدربين يجربوا نتكلم عن مبارأ أولى عن اللاعبين جداد وعن خسارة فنية رهيبة اللي هي روحي ذي نو المسي بس في هذا الشأن لو أنا مكان كومان بحط دي باي رأس حربه وما إلي علاقة مين حاوله من اللاعبين لأنه أنا جبت يلعب رأس حربه وصل قمة مستوى مع اليوم كرأس حربه أنا محتاجه كرأس حربه وبحطه هناك ويتأقلم ويأخذ وقت مش لما يكون موجود ديمبلي ألعبه كذا ولما يكون موجود ذاتي ألعبه كذا هيك حيصير فيه زي بيديات كوتينيو أما لهايات كوتينيو فأنتو بتعرفوها شوفنا مبارأة طيبة جدا من إيريك جارسيا عم بيقرأ كويس وهذا العادي فيه من من سيتي اللاعب بيقرأ كويس حركات الخصم هادي تحت الضغط بتصرف بشكل صحيح بياخد قرارات صحيحة مبارأة أولى بالنسبة له جيدة مبارأة أولى بيعلن فيها أني أنا بقدر أنافس الإنجلي أنا مدعوم بالإعلام الكتالوني ورى ظهري وبالتالي مش هستغرب جدا نشوف ثلائية جارسيا بيكي حتى نهاية الموسم لكن أيضا زي ما حكيت عن اللي قبلها لازم نستنى اليوم سلسلات ظهر متأكثر جدا بغياب إيساك عن خط هجومه وكأنه فريق ما بيعرفيه هجم بدونه وبالتالي دايما نحكم على اللعبين بعد مباريات دفاعيا اليوم شوفنا حالة ممتازة لبرشة لونا 11 لعب عم بيرجعوا يدافوا مع بعض حالة من الزمان كتير ما شفناها للبرشة الفريق كله كان خلف الكرة هذا الشيء مش متعودين عليه هذا الشيء كان يساعده بإغلاق زوايا التمرير كان يساعده بتقنير الخطورة وأيما لما كان يحاول يضغط عالي كان يساعده بافتكاك الكرة بمسافة أكبر لكن طريقة تشعر زي ما حكيت في روح يمكن البناء عليها مباراة كانت مثالية في شكل عام لولا الانخفاض الرهيب اللي صار في آخر ربع ساعة واللي تعرض في برشلونة له هدفين هدفين شوي ضربوا الفريق شوي يعني خير نحكي أضاعوا من بهجة الانتصار لكن ما قبل ذلك كان موجود وكان يعلن عن نفسه في أنه برشلونة بيلعب بشكل إيجابي بس نحكي الانهيار البدني كان ملموس في الشوط الأول كان فيه انهيار بيشبهه في آخر عشر دقائق نجا منه برشلونة لكن بالشوط الثاني ما نجا وبخصوص المهاجمين بخصوص دي باي أكتر شي لفت امتباهي فيه إنه هذا اللاعب عنده قوة شخصية رهيبة عنده رغبة بإنه يقود عنده رغبة يكون هو الحدث عنده رغبة يقول أنا موجود وهذا الشي موجود فيه فنيا وجودة شفناها مع هولندا شفناها مع ليون موجودة محتاج يتأقلم محتاج ينضبط محتاج يتعلم على زملائه عشان يعطي أحسن ما عنده لكن هذي الشخصية هذي الرغبة برشلونة كان محتاجها بخط الهجوم بهذه الفترة تحديدا في المقابل برايت وايت سجل اليوم هدفه وشفنا بعضها شوية كوميديا عليه من هون وهون والبعض بيقول لك الظاهرة برايت وايت والكلام هذا المطلوب من برايت وايت طبعا مش يعود ليونال ميسي وما في لاعب زي ما حكيت ما ممكن يسجل عدد أهداف ليونال ميسي كيف تحسب الأمور لما أنت تخسر ليونال ميسي لنقول أنه كان يسجل في الموسم 40 هدف ما بتقول تعال يا جريزمان أنا بدي إياك تجيب 40 هدف أنت لأنه ما بقدر بتوزع الأهداف بالدنيا بتتوزع زي ما حكيت عن الكرات ثابتة بتروح شايلة لها 5 أهداف من هذا الموسم 10 أهداف من هذا الموسم بيظل 30 برايت وايت سنة الماضي يسجل هدفين بالدوري لو السنة هاي قدر يلعب أكثر ويسجل 10 أهداف فبتروح أنت ماخذ كأنه زاد ثمانية فبتروح تاخدهم من الثلاثين بيظل 22 بتيجي توزع 6 هون وخمسة هون فبيصيروا اللعبين يتقدموا ويغطوا هذا الفارق التهديف الرهيب اللي تركوا ليونال ميسي طبعا ما في لعب حيعود ميسي زي ما حكينا وأذكر جيدا لما رونالدو رحل على الماني يونايتد كان لسر أليكس بريكسون تصريح بشبه اللي حكيته الآن قال يعني مي بدأ عوض أحد الأهداف رونالدو ما عندي ولا لعب أنا بتوقع من برباتوف يسجل 15 هدف أحسن مثلا من عدد الأهداف الموسم الماضي بتوقع من تبيل السجل مثلا هذا العدد من الأهداف وبتوقع من روني يسجل هذا العدد من الأهداف وبالتالي بالمجمل منكون قدرنا نعوض عدد كبير من أهداف كريستيانو رونالدو هذا كان التفكير دائما الحمل الكبير لازم يتوزع عشان ينشال بدي أختم بالرسالة واضحة لا يمكن التعميم أبدا منذ الآن ولا بكرة ولا المباراة الثالثة ولا المباراة الرابعة ولا المباراة الخمسة على شوء إيجابيات أو سلبيات خروج روني الميسي مستحيل في مباراةين وثلاثة الأمور بتبين مع الموسم لو قدام لو أنا جيت قلت لكم برات ثانية وإنه من فوائد خروج ميسي أو من سلبيات خروج ميسي كذا قل لي ما أنت قلت لنا أصبروا وأنا بقول لكم أصبروا الأكيد واللا نقاش فيه أبدا خروج ميسي خسارة فنية رهيبة كبيرة جدا خسارة في الجودة رهيبة كبيرة جدا الشطارة مش إنك تحاول تقول مش خسارة أو تحاول تقول أنا مش خسران ميسي لا خسران ميسي الشطارة إنك توقف وتجرب تصنع فريق بشكل مختلف بطريقة مختلفة عشان يقدر يكمل وهو هذه الخسارة الشيء اللي هو متأثر فيها بس يقدر يوصل لأهدافه بالنهاية ومع الزمن بطيب الجرح زي ما بيقولوا بنوصل هنا لنهاية الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود في فيسبوك تويتر إنستغرام مضروري جدا تتابعوني على قناة سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله